في أمنيات ولكن أمام الأمنيات دي يا أستاذ عصام دايماً بتيجي المطبات الصعبة أنا برضو بشوف ومازلت مصر وقق وكرت إن المبارات يوم السبت فيها أشياء كثيرة جداً ولكن أستاذ محمود كان بيكلم على التركيز جمهور الأهلي محتاج يفهم برضو أو يعرف إيه الفرق ما بين التركيز والتركيز الزيادة طبعاً لأنه التركيز ده مطلوب إحنا دايماً بينه طالب الكل أو كل ما كنا بنلعب كتن الناس كنت ركز في المات الزيادة دي خوف على فكرة أيوة بتعمل اللي بنسميه رمل في الرجلين والكرة تيجي تغبط في فطن رجلك أسلامه وتطول سنة وحاجات كده متلعب كرة ونجم ومصر وكابتن مصر أسلام وبالتالي ده مش مطلوب نهائياً بس الأهلي عدى المراحل دي صحيح خشية الفرحة لكن قطعوها خلاص خبرات متعظمة تمعاك الشناوي بيقفل الباب على المصورين حتى لو أعلام النادي الأهلي عشان يقوله إن إعلام النادي الأهلي أو قناة الأهلي كانت متواجدة وتقفل عليه أول حاجة على فكرة إحنا كنا سوعة ده جزء بيقوله ماتش تاني أيوة أسلوهم ما بيقولش أنتوا جايين هم مش متوتر ده راجل بيتكلم كبروفيشنال بيقوله لا 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 عندنا شوط تاني يا جماعة هنبقى نتصور وهنبقى نفرح وهنبقى حتى الناس ده حق الجمهور عليهم مصدور يعني كوبرايس هنديها بس نخلص يعني إيه مش وقته لعيبة عارفة يا بتعمل إيه ده النادي الأهلي كابت المحمود الخطيب لما يعني زي ما عرفنا أنه هو ما أعدش يعني مع التيم القادة كل الناس بتبقى فهم من رئيس النادي لازم يعدي بقى وعملين إيه هو بيعدي كلكم ثقة الناس مستنياكوا ده تاريخه وده تاريخ النادي الأهلي يعني حوار محفوظ جيل بعد جيل كابت صالح رحمة الله كابت حاسي حمد ربنا دي له الصحة والآن محمود الخطيب هذا هو التواصل المؤسسي لنفس الإدارة عشان كده هو ده الموضوع وبالتالي لا تقلق من لعبين زي ما حتى حمد وانت بتقول لي بصلي اللي هو إيه لا التركيز الأوفر يبقى ومش ده النادي الأهلي بقى اللي بيقى جديد عليه الانتصارات واللي تخاف عليه من باكة الفوز قوي أو التركيز إزاي تخشية اللي في إيده لا اللعبة دي تعودت يجي فيها جون وجيب جون مش يجيبه جون عشان كده كان فيه تصريح فني كبير قوي ومحترف قوي الموسمان لا مشكلة عن نقبل أهداف قبل الماتشة أولاني لأن معايا تيم يقبل أهداف ويجيب أهداف لكن قال إيه بقى أنه عنده حارس وفريق رائعين لكنه ما قالش اللي معاش شنوه ما جيش في جون انت بتحمله ليه كده يا راجل بس ده بقى المدرب المحترف مدرب غيره يبدأها بأنه مع أفضل حارس في أفريقيا واحد بقى له رقم علامي ما شاء الله محمد شنوه ديفينسي كم من مرة كلين شيت نصف ملعب أكثر من رائع محمد شريف اللي لو قاي لعيب غيره مع جهاز إداري زي سيد والذين معه حتى دكتور عمر محب كراجل بيترجم لكنه بيتكلم مع اللعيبة وموسماني وأنا مصر أن الراجل ده هيقدم أكثر من ذلك بكثير للاقيت محمد شريف ده راجل عام على قوم الشهرة لكن فيه اتزان نفسي يؤكد أن فريق العمل أو الإطار الفني زي ما هلينة في الخليج يقولك الإطار الفني اللي هو الجهاز الفني لا جهاز منضبط ومحترف جدا جدا أنا الحقيقة مش الآن ولازم أقول ده لأنه أنا متأكد ما يدور في الحجرات وفي الملعب هو التركيز المحترف بمؤسسية شديدة ولا شيء غيره ترجمة نانسي قنقر